انطلقت تظاهرات جماهيرية حاشدة أمام ابنى القنصلية التركية في البصرة للمطالبة بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء العراقي فضلا عن زيادة الحصص المائية وعدم استخدام المياه لأغراض سياسية قاء في التدخل التركي في شون العراق الذي يتمثل بمحاولة ثارة الفذنة الطائفية بإيواء طارق الهاشمي وثالثا قضية قديمة وهي الحصة المائية للعراق يجب أن يتسلم طارق الهاشمي بدون أدنى شرط وفورا يتسلم إلى الحكومة العراقية والقضاء العراقي أعتقد عادل المظاهرات التي شارك فيها سياسيون وشيوخ عشائرة رفعت فيها شعارات ورددت فيها هتافات تندد بما وصف بالتدخل التركي السافر في الشأن الداخلي العراقي متظاهرون هددوا إلى مقاطعة منتجاتها إذا لم تستجب الحكومة التركية لمطالبهم خلال 15 يوما طالبنا القنصلية التركية الكف عن التدخل بشؤوننا الداخلية وبعكسه سنقوم خلال 15 يوم سنقوم بغلق القنصلية التركية في البصرة وطرد كافة الشركات التركية العاملة وعددها 1600 شركة ثلاثة منع السلع والبضايع التركية من دخولها للعراق يعني أنتم استثماراتكم يا الأتراك كلها بالعراق أكثرها بالجنوب وتقول طائفين وسلم أوفدون يمثل المتظاهرون رسالة للقنصل التركي تحوي على جملة من المطالب لكي ينقلها إلى حكومة بلاده ملوحين بإغلاق القنصلية إذا رفضت التعاطي مع مطالبهم بشكل إيجابي هذا وقع شهدت العلاقات بين بغداد وأنقرة توترا إثر رفض الأخيرة تسليم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية حملنا مطالبنا تحريرية وشفاهية للسيد القنصل اللي نقلها إلى الحكومة التركية في غضون ذلك أعلنت تيارات سياسية عراقية عن رفضها للتصعيد مع تركيا عبر التهديد باستهداف مصالحها الاقتصادية داعينا إلى الاحتجاج بطرق سلمية بعيدة عن العنف هذا التصعيد مع شركات تركية احنا مع مشكلتنا موية شركات تركية يعني شركات تركية شركات تعمل لمصلحتها ولمصلحة بلدنا احنا مع ليس التصعيد مع الاحتجاج بطريقة سلمية هادئة بما يخدم علاقة العراق بدول الجوار التصعيد بين العراق وتركيا سياسيا يتساءل البعض إلى أين سيقود علاقتهما التي ما زالت بين شد وجذ من مدينة البصرة سعد قصاي الحرة